أهلا بكم في قناة روايات صوتية باللهجة المسرية 2 تقديم بسنت محمد عودة الشياطين عند رحيل ليث كان عمره ثمانية عشر عاما بينما جمرة وندى قد تجاوزت الرابعة عشر بقليل كلما كبرت أكثر بالعمر كانت ملامحهم تصبح أكثر نجن وأنوث ورغم أن جمالهما كان متقاربا إلا أن النساء التي ترددن إلى منزل السيدة مهة كانوا يطلبون ندى لأفضل أبناءهم بينما اسم جمرة لم يكن مذكورا ضمن أحاديثهم لم تكن سيدة مهة توافق على هذا الأمر فهي ترفض زواج ابنتها قبل أن تتم الثامنة عشر فتقول لهم لابنتي أحلام كثيرة لا أعتقد أن الزواج أحدها في هذه الفترة لم تكن جمرة أيضا ترغب بالزواج ولكن فكرة أن لا يتم ذكرها أبدا وكأنها شيء خافي لا ترى أعين الجميع آثار الحزن في داخلها هم يعلمون أنها يتيمة ولكنهم لا يعلمون أن والدتها ساحرة وتستطيع أن تؤكد لنفسها بأن السيدة مهة كذلك لم تكن تعلم رغم ذلك لم تتقدم أي امرأة له ربما بسبب عدم قدرتها على النطق أو لأنها يتيمة مرت أربع سنوات أخرى وأصبحت أعمارهم ثمانية عشر عاما تمت خطبة نادا بعد دخولها الثامنة عشر من عمرها بخمس أيام من ابن صديقة السيدة مهة والذي كان طبيبا متخصصا في جراحة قلب رغم أنه لم يتجاوز الثامنة والعشرون من عمره كانت نادا سعيدة جدا به أولا بسبب وسامته التي اشتهر بها ثانيا بسبب مكانته فلطالما كانت تطمح أن تكون طبيبة وزواجها من شخص ينتمي إلى نفس المجال الذي تحلم به أمر لطيف ومن المؤكد أنه سيكون متفهما جدا تم زفافها في الحادي عشر من شوال وقد صادف حضور أخيها ليث وكم كانت جمرة سعيدة عند علمها برجوعه في تلك الليلة ارتتت جمرة ثوبا حريريا أحمر اللون وعقد من الماس كان هدية من السيدة مهة شبيها بالعقدة الذي أهدته لنادى أيضا أرادت السيدة مهة أن توضح لها بهذه الهدية أن مكانتها مثل مكانت ابنتها بل قد يكون أكثر بكثير شعرت بالامتنان الكبير والفرح الذي يكاد أن يخرج منها ليغطي هذا المكان بأكمله فاليوم زفاف أختها الوحيدة والتي لطالما أحبتها وتمنت لها الخير تركت شعرها الأسود ينسدل على زهرها وأبعدت بعض الخصلات من وجهها لتصهر غمازتها عند إبتسامتها لطالما أخبرتها ندى أنها تحسدها على هذه الغمازات وضعت الوشاح اللقلقي على شعرها وبدأت مراسم الاحتفال في مكان الغناء ورقص النساء وأطفالهم كان المكان مزدحما ومليئا بشعور البهجة الذي جعل الجميع يبتسم طوال الليل في تلك الليلة كانت جمرة مصدر اهتمام الجميع حيث تساءل الكثير إن كانت مرتبطة فتجاوبهم السيدة مهم كلا لم يأتي نصيبها حتى الآن عندما كانت مراهقة في عمر الرابعة عشر كانت تتمنى أن يهتم النساء لها ولكنها الآن لم تعد تكترث لكل هذا حيث أن النجة الذي وصلت إليه أبعد عنها ستائر الأحلام ووضع لها واقعا واحدا لا بديل له إنها مهما حاولت تزييف واقعها فهي في النهاية من نسل الصحراء الصحراء الذين يتعوذون النساء منهم عندك جلب سيرتهم تخيلت إن علم زوجها في المستقبل بشأن عائلتها ماذا سيقول لها قد يقذف بها بعيدا عنه بعد أن يغرس في قلبها سهام لعناته عليها وعلى والديها جميل جدا أن يعلم الشخص مقداره لكي لا يسقط من مكان مرتفع بسبب درجات صناها بفضل الوهم لا أكثر هذا ما كانت تؤمن به في داخلها شاهدت لايثي ينظر إليها وعلى وجهه ابتسامة لم تعهدها منه فقد كان عبوسا باردا يجيد فن التجاهل بادلته الابتسام لتصهر تلك الغمازات التي جعلته يطع أصباه على خدي موضحا لها أنها قد سلبت عقله أشاحت بواجهها عنه خجلا ودخلت إلى المنزل متجهة نحو غرفة ندا لتجهيزها للخروج فقد اقترب الوقت عند صعودها للطابق الثاني وفور اقترابها من السلالم المؤدية نحو الطابق الثالث شاهدت امرأة وليها ظهرها حيث أنها كانت تنزل للجدار خلف السلم اقتربت منها وضربت بالسلم بقوة لتنتبه له ولكنها لم تجيبها بل ظلت ثابتة تنزل لذلك الجدار في منتصف الدرجات المؤدية إلى الأعلى صعدت تلك الدرجات حتى وصلت إليها ووضعت يدها ناحية كتفها ثم كتبت لها أرجوكي دعينا نذهب للأسفل لا يجب عليك التواجد هنا نظرت تلك المرأة إليها بتلك اللحظة سريعا ليقشع ربداها وتتراجع خطوة وراء خطوة للأسفل حتى سقطت بسبب تعثرها كانت تشاهدها وسط ألمها وصرختها المكتومة فابتسمت لها ومشت بخطوات ثابتة عائدة للأعلى كانت تلك الفتاة تشبه إلى حد كبير المرأة في الصورة المرأة التي كانت والدتها محاسن تضع الإبر على وجهها في الحافلة قبل إمساكها من قبل الشرطة بساعات قليلة فتحت ندى باب غرفتها ونظرت بطرف عينيها فور سماعيها لصوت السقوطها لتركض نحوها بفستانها الأبيض والذي منعها من التحرك بأريحية ارتكزت عليها وقدمها اليسرى تؤلمها كلما حاولت وضعها على الأرض فكتبت لها فور جلوسها على طرف السرير يبدو أن قدمي قد أصابها التواء بسيط أخرجت ندى مرهما من إحدى الأدراج وضعته على قدمها فأبعدتها جمرة سريعا وكتبت لها لا تفعالي ذلك لا أرغب بأن يتلوث فستانك الجميل بالمرأة اتركيني وتجهازي الآن قالت ندى بغضب لماذا من الأساس عطي تلك الدرجات ألم يخبرك والدي أن ذلك المكان ممنوع علينا فكتبت لها جمرة لم أذهب ولكن ثم توقفت عن الكتابة حين شعرت بالحيرة عن كيفية تبريرها لما حدث لها بدأت ندى بتدليق قدميها بيديها وقالت ولكن ماذا اللي تكتب بعدها على ذات الورقة لا شيء انسي الأمر فتح الباب لتدخل منه السيدة مها وبيازها حامل للبخور لتبخر به ابنتها ومعها الخادمة مينة فور رؤيتها جمرة وهي مسترقية وتتألم أثار ذلك الخوف فيها حيث قالت موجهة سؤالها لندى ماذا حدث لجمرة نظرت ندى نحو أختها لتهز رأسها كرجاء على عدم إخبارها بما حدث فقالت لا شيء يبدو أن قدمها قد ألمتها بسبب ذلك الحذاء المرتفع حيث أنها لم تعتاد على هذا النوع من الأحذية تنهتت السيدة مهت عبيرة عن راحتها وقالت كنت أسقط من خوفي ارتاحي عزيزتي لا ترهقي نفسك ثم بدأت بتجهيز ندى حتى أصبحت تبدو كأميرة صغيرة نزرت بعدها إلى الحديقة وسط غناء النساء ودقات الطبول ليستقبلها زوجها سعود بابتسامة ساحرة كانت جمرة تستند على أثاث غرفتها للوصول إلى النافذة للمشاهدة لمشاهدة الزفة وعند مشاهدتها لأختها شعرت بالسعادة تغمرها رغم شعورها بالألم في كاحلها لم يقاطع نظرتها نحوها سوى صوت قرع الباب المتواصل بهدوء شديد شعرت بالخوف في تلك اللحظة حيث أن الجميع خارجا ولا يمكن أن يكون هناك أحد في المنزل بهذه اللحظة تذكرت سريعا تلك المرأة وما حدث معها قبل لحظات وهمست داخل نفسها برثاء شديد عليها يبدو أن الماضي لن يكون ماضيا بعد الآن تصارعت نبضات قلبها ولكنها لم تفتح الباب في تلك اللحظة وازدادت الدقات بشكل مرعب لدرجة شعرت أن الباب قد يسقط فسقطت على الأرض ووضعت يديها الاثنتين على أذنيها وهي تردد داخل نفسها هم جبناء يا جمر جبناء يجيدون صنع الوهم جبناء يجيدون صنع الوهم جبناء يجيدون صنع الوهم أصبحت تردد هذه الجملة داخلها دون صوت لتبعث قليل من السكينة في قلبها الذي يرتجف هلعا ليتوقف بعدها صوت الترقات وعاد الهدوء مجددا للمكان سوى من غناء النساء خارجا لم تقدر بتلك اللحظة على فتح الباب أو عمل أي شيء سوى الذهاب إلى أبعد نقطة من الباب واللجوء إلى زوية الغرفة مثلما كانت تفعل في صغرها حتى ينتهي هذا الكابوس انتهت زفة نادا تستطيع معرفة ذلك من هدوءهم وتعلم جيدا أنهم بهذه اللحظة بدأوا بمرحلة توديعها كم تمنت أن توضعها معهم ولكن خوفها من الخروج منعها انتهت الليلة لتدخل الخادمة مينا لتنظيف الغرفة وفور أن وجدتها في زوية المكان قالت ما بيكي لماذا أنت جالسة هكذا لم تعد تقوى على الكتابة لتشرح لها فكل ما فعلته أنها نهضت من مكانها وذهبت إلى غرفتها لتقفل الباب على نفسها وتسترقي لتغط في نوم عميق مر يومان على ذهاب ندى إلى منزل زوجها وكما قالت السيدة مها أنها هذه الليلة ستأتي لتناول العشاء ثم ستذهب في رحلة شهر عسل إلى مصر كانت تحدث جاملة كثيرا عن مصر وعن مدى تطورها ولكن الأخيرة لم تستطع زيارتها إلى الآن فكتبت للسيدة مها كم أتمنى أن أذهب إليها يوما ما سنفعل ذلك قريبا فقد وعدني والدك بالذهاب في جولة لثلاث دور بعد عدة أشهر ومن ضمنها مصر ابتسمت جامرة لها وكتبت بحماس سمعت أن الفساتين هناك جميلة وذات تصاميم مميزة أعطيت أختك بعضا من المال أو سيطها إن شاهدت أي شيء يليق بيكي يجب أن تجلبه معه لتكتب لها حقا وماذا عن الكتب ضحقت وقالت ممازحة حسنا إذن يجب علي إخبارها أن تلغي فكرة شراء الفساتين وتجلب لجمرات الكثير من الكتب كتبت لها جمرة ألا تستحق جمرة الاثنين الفساتين والكتب يا سيدة مه اتضح الحزن على ملامحها بسبب تكرار جمرة لإسمها فقالت سريعا قبل رحيلها مثل ما تريدين عزيزتي تعلم جمرة جيدا شعورها فلطالما كان وجهها يتبدل الحزن كلما كتبت اسما بدلا من كلمة والدتي في السابق كانت تتمنى أن تعاملها سيدة مه كابنتها ولكن ذلك لم يحصل والآن عندما تعودت على كلمة سيدة تبدل الحال لتشعر الأخرى بالحزن منها في جميع الأحوال هي لا تستطيع أن تنطق بهذه الكلمة لأحد غير والدتها الحقيقية فمحما فعلت لها السيدة مه لن تستطيع فعل نصف ما فعلته من أجلها تلك الماكثة تحت التراب جاءت نادا وزوجها حيث كانوا يتحدثون كثيرا عن كل شيء يدور في عقوله كانت جمرة سعيدة وهي تقص عليهم عن طريق أوراقها ذكرياتها مع نادا بينما ليث كان ينظر لها بإعجاب شديد وكلما ابتسمت يبتسم دون شعور منه غريب هذا التغيير فيه حيث أنه قبل رحيله كان سعيدا بالخلاص من النظر لي وشاه والآن لا تقف عينيه عن تأمل تفاصيل وشاه الذي لطلما شعرت أنه كان مصدر بؤس له رحلت نادا برفقة زوجها وهمست لجمرة قبل الرحيل سأجلب لك كل ما تشتهي نفسك فأنا أعرف ذوق لا تقلقي ابتسمت جمرة وكتبت سأنتظر ما جيئك بفارغ الصبر لا لأجلك بل لأجل تلك الأشياء التي ستجلبينها معك يا لك من واقحها يا جمرة ثم حضنتها ورحلت في طريق سعادتها بتلك اللحظة قال لها الشيخ ماجد سيأتي دورك مثلها عزيزتي لتنعمي بسعادة أبدية مع من اختاره لك قدرك ابتسمت وكتبت وهل هذا يعني أن أتركك لا يمكن أبدا ضحك وقال إذن سنطلب من زوجك أن يعيش هنا معنا ما رأيك بتلك اللحظة وجه ليث كلامه لولدته وقال لها أحتاج إلى التحدث معك على انفراد ليذهب إلى إحدى الغرف ولم يمر سوى قليل من الوقت لتخرج السيدة مها وعلى وجهها سعادة الكون بأكملها وهو كذلك لم يكن أقل سعادة منها انتاب جمرة الفضول لمعرفة ما قالوا ولكنها فضلت التظاهر بعدم الاهتمام وذهبت إلى غرفتها بدأ الجميع بالتوجه إلى غرفهم أيضا والمنزل الذي كان قبل اللحظات مليئا بأصوات ضحكاتهم ونقاشتهم أصبح ساكنا لا صوت فيه كانت جمرة تتقلب في سريرها وهي تفكر بتلك الفتاة التي شاهدتها والتي تشبه إلى حد كبير فتاة الحافلة شعرت بالخوف من فكرة أن تكون هذه رسالة منها لتعلمها بأن الانتقام قد حان موعده في عمق تلك الأفكار التي تجوب عقلها سمعت صوت طرقات على الباب فظنت أنها السيدة مه فتوجهت لتفتح لها ولكن فور أن فتحت الباب لم تجد أحدا لا أحد سوى تلك الإنارة بجانب السلالم تنطفئ وتشتعل بطريقة لم تعهدها توجهت نحوها لإقفالها تماما ولكن شعرت عندها بأن عين أخرى تراقبها لتنظر للأعلى باتجاه سلال مطابقة الثالث فتجدها تنظر إليها وعلى وجهها ابتسامة كابتسامة الشياطين شعرت أنها على وشك الموت ولكن عقلها يهمس لها أن هذه الفتاة تكون مياسم عم تندى وليف في ظل تلك الأفكار ما زالت تلك المرأة تنظر إليها والابتسامة مرسومة على وجهها ثم أقالت بصوت أجش مليء بالرعب جمر منذ زمن لم نلتقي يا جمر شعرت بروحها تود الهرب من هذا الجسد لأبعد مكان من هذه البقع ولكنها تمالكت نفسها وأمسكت قلمها المعلق على رقبتها وحزمت الأوراق التي أصبحت ترافقها في كل مكان وكتبت تعلمين من أكون؟ كانت تكتب لها وتقترب خطوة وراء أخرى منها رغم الرعب الذي يسري بداخلها ولكن تأنيب الضمير الذي تعيشه كان أضعاف الخوف الذي تشعر به فتغلبت عليه للحظات فقط فور أن اقتربت منها ولم يكن يفصل بينهم عضا خطوة واحدة لا أكثر كتبت لها بينما الأخرى تراقبها بصمت كيف أستطيع أن أخلصك من كل هذا العذاب؟ ابتسمت بطريقة أكثر عمقا لتصعر أسنانها بأكملها ثم سرعان ما رددت نفس التهويدة لعينة التي لم تخرج من ذاكرتها يوما لتذكرها به نام نام فأنت في حضن الهمام بينما تردت تلك التهويدة وواجهها مبتسم بالكامل كانت الدموع تتساقط من عينيها بطريقة غريبة جدا وكأن هذه الروح المنكوبة تطلب منها العون لم تستطع فعل شيء في تلك اللحظة لها وهي تشاهد الشيطان همام قادما بابتسمته المشقوقة من تلك الغرفة كان يمشي بخطوات الواثق ومن خلفه الشيطان الخاتمة وذلك الطفل ابن الشياطين الملعون ذو الدمية مقطوعة الرأس الإيلاس رجعت للوراء خوفا وهلع وفي كل مرة تخطو بها خطوة للوراء تجدهم يتقدمون ثلاث خطوات باتجاهها بينما تلك المرأة مياسم ما زالت تردت هذه التهويدة بصوت كفحيح الأفاعي خطوة وراء أخرى للأسفل بينما تلك الفتاة ثابتة في مكانها وتلك الشياطين تقترب منها ثم ما أنخطت جمرة خطواتها الأولى نحو آخر درجة للطابق الثاني حتى تلبست الثلاث شياطين جسد مياسم لتتبدل نظراتها الباكية إلى نظرات مليئة بالشر ثم سرعين ما تتجه نحو جمرة بسرعة مرعبة حبيا على أطرافها الأربعة ظهرها للأسفل ورأسها مقلوبا للأعلى كان منظر تقشر منه الأبدان وكأنه قد تم سحبه من الجحيم ليرتكز أمام عينيها حيث كانت تنظر نحو جمرة بنظرات مرعبة جعلت الأخيرة تتصنم في مكانها من شدة الهلع وفي اللحظة التي كادت أن تصل إليها حتى سمعت صوت ليث بجانب غرفتها قائلا ما بك تقفين هكذا نظرت مياسم نحوها نظر أخيرة قبل أن تنهض من مكانها وتركض بطريقة جنونية إلى الأعلى لم تستطع أن تزيح نظرها عن تلك السلالم رغم اقترابه منها ومحاولة فهم ما يحدث لها أصابه الفدول فنصل لنفس النقطة التي كانت تنظر إليها فلم يجد شيئا ثم سرعين ما استجمعت قليل من طاقتها المتبقية وقالت له بكلمة بالقوة خرجت من فمها بحروف متقطعة أعتذر بتعجب شديد نظر إليها واقع لقد تحدثتي بتلك اللحظة وضعت يدي على فمها وكأنها غير مصدقة لما حدث لها هل فعلا ذلك الصوت الذي ظنته راحا للأبد برفقة والدتها قد عاد مجددا شوقا لها لم يعطيها قليل من الوقت لاستيعاب ما حدث فقد ركض إلى غرفة والدي ودخل عليهم دون أن يطرق الباب حتى وهو يطرق بسعادة إنها جمرة لقد نطقت أخيرا تلك الليلة كانت أجمل ليلة تحصل للعائلة عليها وقد فاقت فرحتهم ليلة زفاف ندا حيث تواصلت السيدة معها مع ابنتها في مصر فهي لم تستطع الانتظار وأخبرتها ما حدث أخبرتك لقد تحدثت أخبرنا ليثي بذلك هل نطقت أمامك كيف كان صوتها أرجوك يعطيها الهاتف أرغب بسماعه في الواقع جميعهم يحاولون معها للتحدث مرة أخرى ولكنها ظلت صامتة غير مصدقة لكل ما حدث لوقت طويل جدا ثم سرعين ما أقالت أرغب بالنوم أرجوك أعذرون تلك الجملة الوحيدة التي سمعها الشيخ ماجد والسيدة مها وكم كانت سعادة الأخيرة كبيرة جدا بينما الشيخ ماجد ظل ينظر نحو جمرة بشك وريبة في ذات الوقت دون أن يبدي أي شيء يذكر لم تعد تحتاج كومة الأوراق التي تحملها معها لكل مكان تثاب إليه لقد عاد صوتها الذي افتقدته كثيرا رغم ذلك لم تكن سعيدة حيث أن ذلك الصوت لم يعد من فرد سعادتها هرب منها بسبب قمة الهلع التي شعرت بها عند وفاة والدتها ليعود ذلك الهلع إليها الآن مضاعفا برفقته ما بال هذه الحياة يا جمرة لماذا تصفحك كلما ابتسمت لك لثواني قليلة تلك الشياطين قد عادت لتحصل عليك مثلما وعدها والدك قبل ثمانية عشر عاما هي لا تنسى لا تنسى الوعود أبدا ولا تنسى حقوقها وإن مرت السنوات وإن نسى صاحب الوعد وعده رواية خاصة بقناة روايات صوتية باللهجة المصرية 2 قبل سبع أعوام وليالي قليلة كانت تقف أمام المرآة تنظر إلى جمالها الذي لطلم عشقه وتهافت عليه الجميع لطلم ووصفت بالملاك وكم تمنى التبديل اسمها لذلك الاسم لكن أخيها ماجد يرفض قائلا ما ياسم هو اسم جدتك ولن يرضى والدك عنك في قبره إن علم بتغييرك له ارضي بنصيبك يا ما ياسم ليردى عنك شعرت بالغضب من تحكم أخيها بكل تفاصيل حياتها رغم أن هناك أيضا من يشعر بذات الغضب بسبب اهتمام هذا الأخ بأخته هذه هي الحياة لا أحد يرضى بنصيبه رغم أنه قد يكون سببا لإثارة الغيرة والحسد في نفوس الآخرين بعد عدة أيام فقط سيكون الزفاف من صديق أخيها حازم والذي شعر وقتها بالفخر لفوز بها فقد تقدم لها الكثير من الرجال ولكنها كانت ترفض بلا سبب رغم كما لهم ولم يكن يفعل أخيها شيئا عدى أنه يستجيب لما تطلبه فيرفضهم بضول تكفل ماجد بدفع مبالغ طائلة تحضيرا لليلة زفاف أخته رغم رفض زوجته لما يفعله حيث قالت ليما تصرف من أجلها كل هذه الأموال التي لم تدفع ربعها في زفافنا نظر إليها بغضب ثم سرعان ما قال هذه أموالها يا مه هل نسيت أن ورثها أمانة عندي لكن منذ متى وأهل الفتاة يدفعون لها عند الزفاف بل من المفترض أن يتكفل زوجها بكل شيء ناهض من مكانه وأراد الصراق في وجهها لعلمه بشعور الحسد الذي ينبعث منها تجاه أخته لكنه صمت لوقت قليل ثم قال ساخرا أشعر أن تجهيزات الزفاف لا طريق بمياسم لذلك أفضل أن أدفع ضعف هذا المبلغ ليكون كل شيء ملائما لها وسيكون هذا المبلغ هدية مني لن أمس نصيبها من الورث أبدا وإن كان لأجلها نهضت بدورها ونظرت نحو نظرة غاضبة لكنها لم تقل شيئا بل ذهبت للأعلى ولكن قبل ابتعتها بخطوات قليلة أضاف قائلا في طريقك أخبري ما يسم أنني أريدها أظن أن الوقت قد حين لتسليمها ورثها يا عزيزتي قبضت على يدها بكل قوتها من شدة الغضب ولكنها سرعين ما ابتسمت وأضارت وشها نحوه وقالت ببراءة أحسنت هذا حقها وكان عليك منذ البداية أن تعطيها إياه سأخبرها بذلك لا تقلق فور رحيلها شعر بشعور غريب تناقط زوجتها الذي ظهر فجأة أمامه هو يعلم أن مه لا تحب أخته أبدا وتلك الأخت أيضا كانت تبادلها شعور الكره شعور مه تجاه ما يسم كان له سبب قوي وهو الغيرة والحسد فهذه الزوجة لم تكن تطلق الدلال في منزل والدها ولم تطلقها أيضا في يوم الزفافة فلم يدفع ماجد عليها الأموال التي يدفعها الآن بسعادة لأجل أخته فمياسم طلقت الدلال في منزل والدها مع أخيها وستطلقها أيضا في منزل زوجها حيث أن حازم يعد من أفضل الرجال وأكثرهم ثراء كان ماجد يتمنى أن يكون حازم زوج أخته وهي قد حدث ما يريد لا يفصل بين زفافهم سوى أيام معدودة توجهت مها نحو غرفة بل أقصد جناح مياسم طرقت الباب لتفتح لها الخادمة سهير تلك الخادمة كانت مخصصة لخدمة مياسم فقط ولا تستمع لأي أمر يصدر من غيرها أهلا يا سيدة مها ماذا تريدين؟ أرغب برؤية مياسم أفسحي لي الطريق قالت رغم توطرها الآن سلان تقيس فستان زفافها أرجاء قدوم في وقت آخر شعرت مها بالغضب وأبعدتها بكل قوة بيدها لتدخل فتجد مياسم تتأمل المرآة وعلى وجهها ابتسامة مليئة بالثقة ولكن فور رؤيتها لإنعكاس مها على المرآة التي أمامها عبس وجهها وقالت ألا تعلمين ما هي أداب الدخول؟ أخبرني أخاكي أنه يريد رؤياتك في الأسفل نظرت إليها ما يسم في تلك اللحظة وقد صنعت على وجهها ابتسامة ساخرة وقالت كان بإمكانك إخبار سهير بهذا الأمر وهي بدورها ستخبرني حسنا فعلت ما جئت لأجله والآن رجاء اخرجي من جناحي كاد قلبها في تلك اللحظة أن يحترق من فرط الغضب ولكنها رسمت على وجهها ذات الابتسامة وقالت مثل ما تريدين يا جميلة قبل رحيلها وعلى غفلة من ما يسم خادمتها سهير التقطت سورة لها قد وضعت على الطاولة بجانب الكثير من الثياب وخرجت سريعا بعد أن أخفتها بين يديها كان الغضب والحقد قد أعمي بصيرتها رغم أنها لم تكن كذلك من قبل ذهبت إلى إحدى الساحرات التي سمعت عنها في إحدى تجمعات النساء لقد تناست دينها وقذفت كل مبادئها بعيدا لأجل إجباع سواد قلبها توجهت إلى قرية برفقة سائق أختها وفور رسولها إلى المكان المنشود طرقت الباب ليفتح على مسرعيه في ذات اللحظة مرحبا بها كانت تنظل لفناء ذلك المنزل والذي كانت تفوح منه رائحة كريهة جدا تفوق رائحة العفن المنتشر في أزقة قرية بأكملها حاولت منع ملامحها من إظهار التقزز التي تشعر به داخلها وأظهرت ابتسامة مصطنعة فور رؤيتها لإمراء تجلس في زاوية الفناء وبجانبها نار مشتعلة لتقول لها أذريني على دخولي دون إذن ولكن قاطعتها تلك المرأة قائلة إذن أتيتي يا مهة أتيتي لإرضاء شرور نفسك شعرت مهة بالرهبة فور نطقها لإسمها لتقول لها المرأة اجلسي لم تقوى مهة على الجلوس من شدة الرعب فسرخت عليها أخبرتك أن تجلسي كانت ترتعش لكنها فعلت ما قالته تلك المرأة وقالت سيدة محاسن سمعت عنك الكثير وأرغب بطلب المساعدة منك ابتسمت محاسن ابتسامة شيطانية وقالت رغم علمها وما هي نوع المساعدة؟ أرغب بالقيام بعمل أخت زوجي تدعى مياسن في ذات الليلة التي ستتزوج بها أي بعد ثلاث أيام ولماذا؟ تلعثمت مهة حيث أنها لم تتوقع هذا السؤال من تلك الساحرة فالسحرة يفعلون ما يؤمرون به مقابل المال على حسب ظنها لتقول لقد جلبت معي الكثير من النقود وإن لم تكن كافية سأجل بالمزيد أخرجت بتلك اللحظة حزم كثيرة من حقيبتها حوالي عشرون ألف ريال لكن ما زالت محاسن ترغب بمعرفة إجابتها لتقول لكنك إلى الآن لم تخبريني عن سبب فعلتك هذه رغم التزامك لماذا ترغبين بمعرفة دوافعي؟ لست أنا في الحقيقة هم الذين يرغبون بأخذ الإجابة منك رغم معرفتهم بأسبابك علمت وقتها من تقصد بهم لتجيب كل الأمنيات التي تمنيتها تكون تحت قدميها تعيش حياة لا تستحقها لا أقوى على تحمل هذا الشعور الذي يزداد يوما بعد يوم داخل قلبي أرغب بالخلاص ترغبين أن تذوق العذاب للخلاص من ذلك السواد الذي يتغلغل داخلك صحيح قد أعيدها لوعيها في المستقبل لكني الآن أرغب أن تذوق قليل فقط من سوء القدر وبشعته سيصيبهم الله بذات الحزن الذي ملؤون به جاءت الليلة المنشودة والتي ينتظرها الكثيرون لرؤية ما سيتم تقديمه لمياسم مياسم أخت الشيخ ماجد رغم ثراء المدعوين لكن هذا الرجل وأخته كان يحبان إظهار المال في كل شيء يقومان به مما جعلهم مصدر اهتمام للجميع نظرت للمرأة بعد أن انتهت من تزينها وبجانبها ابنة أخيها ندا ولتي قالت له أنت جميلة جدا يا عمتي تبدينك الأميرات ربطت على رأس ندا وهمست لها لكني متأكدة في يوم زفافك عندما تكبرين ستكونين أميرة فوقاني جمالا أنتظر ذلك اليوم بفارغ الصبر يا أميرتي الصغيرة دخلت بتلك اللحظة مها وقالت استعدي فزفاتك ستبدأ بعد دقائق لم تجيبها بل نظرت سريعا للمرأة لتبحث عن أي غلطة قبل خروجها للجميع لكنها لم تجد سوى الكمال فأصبحت كلوحة رسمها على يد أمهر الرسامين في العالم ابتسمت بثقة وقالت لسهير أخبري الجميع أنني سأخرج الآن كان التوتر يتضح على وجه مها والتي تنتظر أن يظهر تأثير ما قامت به تلك الساحرة عليها ولكن لا يبدو أن هناك شيء سيحدث فشعرت بالغضب وتمتمت لنفسها هل يعقل أن تلك الساحرة لم تفعلها شيئا وتلك الأموال ذهبت أدراج الرياح بدأت الأغاني زف القصر ترحيبا بمياسم بينما زوجها حازم وأخيها ماجد ينتظر النح في الحديقة ومن حولهم ألسن النساء التي لا تصمت لحظة واحدة لتقول واحدة منهم يا لجمال الشيخ ماجد كم أحسد ماها علي لا تستحقه لكن انزري إلى زوج مياسم يا فوقه وسامن لكنها فعلا تستحق فور وصولها للحديقة وانبهار الجميع بها بمن فيهم زوجها حازم والذي ابتسم لها بينما أخيها دمعت عينات عبيرا عن سعادته لرؤية أخته أخيرا بثوب الزفاف توقفت فجأة وأصبحت تنظر للأرض وتصدر أصوات غريبة ومرعبة حاولت سهير الاقتراب منها لمعرفة سبب توقفها ولكن قبل أن تلمسها نظرت ما يسمي إليها نظرة مرعبة جعلتها تبتعد بخطوات خائفة إلى الوراء ما زال صوت الأغاني والعصف منتشر في المكان لتنظر أخيرا نحو زوجها بابتسامة مرعبة جعلته يفقد ابتسامته وينظر إليها بصدمة بدأت بالرقص بتناغم مع الأغاني الشعبية كان تناغما جنونيا أشبه بما يكون رقصا للشياطين عند ليلة التحضير كان جسدها يرتفع شيء فشيء ثم يعود مجددا للأرض وهي ترقص وتحرك شعرها في كل الاتجاهات بطريقة جنونية لتحاول سهير إيقافها وصحبها للداخل وبدلا من استجابتها لخادمتها هجمت عليها بطريقة شرسة جدا جعلت الجميع يرحل من المكان خوفا منها حاول أخيها ماجد تهدئتها لكن دون جدوى لم تكن ما يسم الرقيقة التي يعرفها بل إن قوتها تعادل قوة عشرات الرجال في ذات الوقت كل تلك الأشياء تحدث أمام نظر زوجها والذي صرعان ما أمسكت والدته به وقالت له علينا الرحيل هذه الفتاة مجنونة صرخ عليه ماجد تعال يا حازم وساعدني في إمساكها ولكن الأخير بعد أن خرج من صدمته قال لصديقه أختك لا تنفع لي أختك لن أتزوجها ثم رحل معائلة هاربا من المكان ترك صديقه ينازع صدمة الخذلان الذي حصل عليها وصدمة هذا الجسد الذي لا يهدأ كل تلك الأشياء تحدث أمام مها والتي كان خوفها حقيقيا باستثناء ادعاءها الخوف على ما يسم بطريقة متقنة جدا حاول ليث مساعدة والده بإمساك عمته إبعادها عن سهير لكن في تلك اللحظة أمسكته والدته وقالت له لا دخل لك لا تلمسها لكنه لم يستجيب لها بل أبعثها بكل قوته ورقت ليساعد بتهديئة عمته تعاون الإثنين لإبعادها وبالفعل ناجحوا بذلك ثم سرعين ما بدأ الرجال بالدخول بعد أن نهضت سهير رغم ما تعانيه وقذفت بوشاح أسود على رأس ما يسم لتتم السيطرة عليها وتسقط مرشيا عليها ذلك الموقف رغم فضاعاته لم يشفي قلب مهل حاقت بعد بل أرادت المزيد والمزيد فكلما تقول اقترب الفرج وسأتحرر من شرور نفسي حتى تشعر بذلك السواد يزداد شيء فشيء إلى ما لنهاية انتهى كل شيء وتم الأقفال على مياس في غرفتها بعد تقييدها ثم قال ماجد للخادمة سهير ابقي معها فهي لا تشعر بالأمان سوى معك كان يجلس على مقعده في غرفة القراءة ويتضح على وجهه التوتر اقتربت منه زوجته وقالت له ماذا سنفعل الآن؟ لقد فضحنا ولقد انفصلت أختك في ليلة زفافية اسموتي أتوقع أن أختك تعاني من الجنون نهض وأقفل بيده فم زوجته ليقول لها لا تنطقي شيئا لا تنطقي بأي شيء الآن فأنا لا أحتمل ثم خرج نحو غرفة أخته وفتح الباب ليجدها نائمة وبجانبها سهير فقال لها هل استيقظت؟ كلا ما زالت نائمة اقترب منها ليضع يده على رأسها ولكن فور أن لمسها بيده حتى فتحت عينيها باتساع وقالت بصوت غريب ممزوج بعدة أصوات اخرج من هنا على مقتها ما يحدث لأخته فهذا ليس صوتها بل هو صوت شيطان متلبس بيها أي أن ما يستحوذ على جسدها ليس شيطان واحد بل العديد منهم إن كان ذلك الشيطان عاشق فهو لن يسمح باستحواذ شيطان آخر على جسدها الشياطين العاشقة تحب التملق إذن فهذا الذي داخلها ليس شيطان عاشق كل تلك الأشياء جاءت داخل عقله فور سماعه لصوتها ليقول لماذا أخرج من هنا؟ هل تخافون مني؟ سرعين ما تحولت نظرتها الغاضبة إلى دحكات ساخرة لتقول له نحن لا نخاف بل نستمتع بهذه اللعبة حتى نمل منها ونرحل ما تترحلون بعد أن نقتل صاحب الجسد شعر ما يجد بالغضب من تهديد تلك الشياطين له بقتل أخته ليمسك رأسها بكل قوته ويطلو الكثير من الآيات في محاولة منه لطردهم لم تكن تلك الشياطين تصرخ أو تسهر ألما رغم تيقنه من شعورها به بل كانت ترسم على واشه ذلك الجسد الذي امتلكته نظرات السخرية لا أكثر شعر باليأس ليخرج من تلك الغرفة نحو حضيقة منزله وفور وصوله إلى بقعة خاوية سرخ بكل قوته تعبيرا عن شعوره بالعجز وأقلة الحيلة كانت تنظر إليه من نافذة غرفتها في الطابق الثاني رغم شعورها بالشفقة على حال زوجها فهو والد أبنائها رغم كل شيء لكنها لم تشعر بالندم أبدا بل أرادت لذلك الجسد المزيد من العذاب أصبحت كمان يشرب من ماء البحر آملا بإرواء زمقه ولكنه ما زال عطشا يطوق للمزيد جلب ماجد لها الكثيرون للعلاج لكن دون جدوى ظل متمسكا حيث كان يذهب إلى عمله ويأتي بعدها لمتابعة حالتها التي تزداد سوءا يوما بعد يوم في تلك الليلة كانت تراقبها الخادمة سهير ككل يوم ثم سرعين ما غفت على الكرسي المتحرك الذي كانت تراقبها منه صحت على صوتها مساد بجانب أذنها تقول لها سهير انهاضي يا سهير فتحت عينيها لتجد ما يسم وقفة أمامها تنظر إليها بنفس النظرات الشيطانية في يوم زفافي ثم نظرت إلى سريرها لتجد الحبال التي كانت تقيدها قد أطلفت بالكامل قبل أن تستوعب كل ما يحدث أمسكتها يد ما يسم من رقبتها لترتفع عن الأرض بينما كل محاولتها للإفلات من يدها كانت دون جدوى لحظات بسيطة فقط لطلف السهير أنفاسها الأخيرة وتصعد روحها إلى السماء رمتها على الأرض الجثة لا تتحرك وذهبت إلى المرآة لتشاهد نفسها ثم شاهدت وشاح زفافها فوضعت على رأسها وبدأت بالحركة أمام المرآة بطريقة عشوائية جدا كانت الشياطين تتأمل هذا الجسد وكأنه دمية بين يديهم في لحظة تأملهم لجسدها وملامحها خرجت امرأة من العدم ترتدي وشاح أسود وعينيها سوداء بالكامل لقد كانت الشيطانة خاتمة اقتربت من ما يسم لتجلس الأخير على الكرسي أمام المرآة وبجانبها الكثير من مصاحيق التجميل ثم بدأت الشيطانة بوضعها على وجه ما يسم والتي تحول وجهها الضاحك لوجه مليء بالرعب كانت تبكي بينما تلك الشيطانة تضع لها مصاحيق التجميل وهي تدندن بأغنية سمعتها في يوم الزفاف مياسة هؤلاء الشياطين مليئين بالخبث كلما سنحت لهم الفرصة بتعذيب الأجساد الذين يستحوذون عليها لا يترددون أبدا يجعلون الروح لبعض الوقت تعود لوعيها فتشاهد رعبا كالجحيم ويتلذذون بشعور الخوف الذي يصيبهم في تلك اللحظات ثم سرعان ما يتذهب الروح لسباتها فتعود لهم السيطرة الكاملة على الجسد المنكوم جاء صباح اليوم التالي لينهد الجميع ويتفاجأ بجثة الخادمة سهير معلقة على إحدى ثريات المنزل بواسطة ذات الحبلة التي ربطت به مياسة كان الأمر مرعبا للجميع بمن فيه همها لم تكن تتوقع أن يتفاقم هذا الأمر للوصول إلى قتل أبعدت أبناءها عن المكان خوفا عليه من رؤية المنزل بينما زوجها علم فورا أن الفاعل هو أخته مياسة كان متيقنا إن علمت الشرطة بما فعلته حتى وإن كانت تعاني من الجنون سيتم أخذها وفي أفضل الأوضاع ستحبس بين جدران مشفى الأمراض العقلية إلى أن تنتهي ليقوم بفعل أمر لم يتوقعه مطلقا أنه سيفعله أخذ تلك الجثة بواسطة سيارته ودفنها في مكان بعيد جدا عن أنزال الجميع ما كان لن يبحث بداخله أحد أبدا حيث الأموات نائمون فيه بسكون تام المقبرة من سيبحث عن شخص مفقود داخل مقبرة بداخلها مئات الموتة فتح أحد القبور ودفن جثة سهير بجانب الجثة المتواجدة في الداخل مسبقا ثم أعلن اختفاءها في الواقع تم البحث عنها كثيرا حتى ظنوا أنها قد هربت بسبب سوء المعاملة لتعمل في بيت آخر لم يكن الأمر ذي أهمية لدى الشرطة الكثير من الخدم يهربون ليلا ونهارا ويعملون في بيوت أخرى دون أن يتم العثور عليهم سكنت مهة وأثرت التكتم على ما حدث فكل ما فعلته بتلك المسكينة كان كافيا لم تكن تنوي أن ترقي بها وبزوجها بين جدران استجن ومن يدري قد يكون الأعدام مصيرهما نتيجة جريمتين الأولى بسبب القتل والأخرى بسبب التسطر عليهم ثم بعدها بليالي قليلة توجهت إلى قرية التي تسكن فيها الساحرة محاسا لفك الساحل الذي سببته ولكنها وجدت المنزل مقفلا من الخارج وعندما سألت المرة عن صاحبته تمت إفادتها بأنها قد نالت عقابها ورحلت للأبد عاد ماجد إلى منزله في الليل متعبا لا يقوى على حمل نفسه لكنه فورو سوله ذهب إلى غرفة مياسم المغلقة ليجدها تجلس على حفة السرير بابتسامتها الشيطانية لم تكن تبالي بدخوله بل كانت تنزل للمرآة وعلى رأسها ذات الوشاحة الذي كانت ترتدي لزفافها بينما وجهها مليء بمصاحيق التجميل كان الأمر مرعبا ومثيرا للرهبة لكنه عاقد عزمه وجلب معه الحارس أمير والصائق حسن لمساعدته على أخذها للطابق الثالث والذي سيكون من هذه الليلة مسكنا لها ذلك الضور كان مخصصا لليث بعد زواجه لكنه الآن أصبح سجنا لما يسمو الشياطين التي معهم ثم استعين بآيات الله ليحرز به الطوابق من تحته كان الأمر غريبا فقد جعل ذلك الطابق وكرا لشياطين دون أن يطع به آية واحدة وكأنه بفعلته أعنى للاستسلام لهم أن يأخذوا أخته ويستحوذوا على جسدها كما يفعلون الآن على أن لا يرحق بأبناءه أي ضرر لقد فهمت سريعا تلك الشياطين الاتفاق الذي بنا معهم رغم عدم بوح به ووافقت عليه تلك الشياطين الذكية الخبيثة المليئة بالفجور كانت تجيد فن اللعب حذر ليث وندى من الصعود للأعلى فذلك الطابق أصبح محرم عليهم ثم بعد أسبوعين من تلك الحادثة جاءت جمرة ظن الجميع أن سبب جلبه لتلك الطفلة اليتيمة هو شعوره بالذنب الذي يعتصر قلبه بسبب فعلة ما يسم للخادمة سهير وكأنه بفعلته هذه يحاول تكفير ذنبه أمام ربه لكن الأمر لم يكن هكذا أبدا كان أعمق من هذه النقطة التي توصرت لها مها بكثير أتعلمون عن لعبة الشياطين أولئك الشياطين وحبهم لأن يحركوا أجساد البشر ويتحكمون بأفعالهم كلعبة الشترانج تظن أنك تفعل الأصحة لتنجو بينما أنت تغرق أكثر فأكثر بالوحل وحل تصعب عليك إزالته في ذات الليلة التي وضع بها ما يسم في الطابق الثالث وبعد نوم جميع أفراد عائلته توجه لهم بوجه ذليل مستعد لفعل كل ما يستطيع فعله لأجل إنقاذ عائلته منهم كانت تجلس بملامحها الشيطانية على آخر درجة تؤدي للطابق المحرم تعلم بمجيءه وتنتظر بفارغ الصبر رغم تفاجئه بشأن جلوسها بشكل غريب أمامه لكنه يعلم أن الذي أمامه ليس أخته فقال أخبروني ما تريدون لماذا تفعلون كل هذا بنا ضحكت ضحكت كضحكات الواثق من خضوع فريسته وقال صوت أجش رجولي لا يهم لماذا نفعل ما نفعله ولكن المهم الآن كيف ستنقذ هذا الجسد البائس وصاحبته منه سأفعل ما تطلبون مني أن أفعله أي شيء تطلبونه ثم امتزجت صوت الرجولي الخارج من جسدها ليتكون من ثلاث أصوات صوت طفل امرأة وصاحب الصوت السابق ليقوله بصوت واحد جمرة نحن نريد جمرة لم تكن ذاكرة تسعفه بتلك اللحظات المرعبة لتذكر من هي جمرة ولكن سرعان ما ارتسمت بذاكرة تلك الفتاة في مكتب الضابط والذي كان يحقق معها عما تفعله برفقة والدتها بين القبور لا يعلم لماذا هذه الشاطين تطلب الطفلة وما سيفعلون بها هل يريدون منه قتلها أم جلبها إليهم فقط لكن لا يهم يستطيعك فعل كل ما يرغبون به أن يفعله لأجل إبقاء عائلة وأخته على قيد الحياة كان موقنا أن الله سيسامح على كل ما يفعله فهو مرغم لا راغب أو ليس الدفاع عن النفس والعائلة أو له الأولويات هذا ما كان يحاول إقناع عقله فيه ليرتاح قليلا من تأنيب الضمير الذي أصاب لكن تلك الشاطين لم تطلب قتلها أو جلبها إليهم بل كل ما طلبته منه أن يحتويها في منزله إلى أن يحين الوقت ليأخذوها منه ثم بالمقابل لن يمس عائلته بسوء وهذا الجسد الذي يستولون عليه سيكون آمنا تحت سلطته الرواية خاصة بقناة روايات صوتية باللهجة المصرية 2 همام وعمام نهضت من نومها بشهقة أخرجتها وكأنها قد كانت في عمق الجحيم فور نهوضها من ذلك الحلم الذي تتمنى لو كان حلما حقا شعرت بوجود شيء في غرفتها أمام المرآة تقف امرأة ترتدي ثوبا أبيض مترس بالكامل وتضع وشاحا أبيض على رأسها كأوشحة العراص نور ضئيل بسبب فانوس لم تشاهده من قبل بجانبها كان يعكس وجهها على المرآة لتتعرف جمرة عليها سريعا لقد كانت مياسم ترتدي ذات الرداء الذي ارتدته في الحلم هل ذلك الحلم حقيقي؟ هل حصل حقا؟ هل السيدة مهى تلك الملاك فعلت كل هذا بهذه المسكينة؟ صراع غريب مخيف مثيل للإشمئزاز يجول في عقلها خوفها من تلك المخلوق المتواجدة في غرفتها وعدم تصديقها لعمق السواد الذي يعيش داخل الأشخاص الذين ظنت بهم خيرا كان الباب مفتوحا بأكمله ودت لو تستطيع الهرب من غرفتها من هذا المنزل بأكمله لكن قدميها تأبيان الاستجابة لها لقد خذلها جسدها مثل ما خذلها جميع من حولها تمنت لو كان بمقدرتها أن تخرج من هذه الأرض وتبتحد عن الجميع وإن كان خروجها يعني الموت فما أجمل الموت مقارنة بمواجهة سواد البشر وأحقادهم على بعضهم البعض التفتت لها ما يسم بذات الإبتسام الشيطانية التي أصبحت جزء لا يتجزأ من ملامحها ثم بدأت بالتحرك نحوها وهي تردد بصوت رجولي تذكره جيدا جمرة قد اشتقت إليك أصبحت ترتاج في داخل غطائها بينما ذلك الشيطان يتقدم نحوها حيث أصبح لا يفصل بينه وبينها شيء لمس شعرها الحريري ثم بدأ بلمس وجهها ليقرب وجه ما يسم منها أكثر فأكثر فهمس لها أحببتك رغبت بك منذ ولادتك أغمضت عينيها رغم خروج الدمع منها وقالت بصوتي يرتجف خوفا أرجوك لقد سئمت ما تفعلونه بي فقط ارحموا ضعفي وضعوني أو اقتلوني مثلما فعلتم بأمي وأبي شعر في تلك اللحظة وكأن خنجرا مسموما يغرز داخل قلبه لقد فعل المستحيل لحمايتها رغم ادعاءه عكس ذلك هي لا تعلم أن الشياطين إن أحبت فعلت المستحيل لأجل من تحب وإن كلف الأمر قتل جميع من في الأرض ابتعد عنها رغم رغبته بالبقاء بجانبها إلى نهاية الزمان إلى ما بعد هذا الزمان لتشعر بعدها بسكون غريب وكأن لا أحد بجانبها فتفتح عينيها وتمسحها من الدم لترى إن كان موجودا ولكنها لم تجده بحثت بعينيها في أرجاء المكان ولكن لا وجود لمياسم في المكان صارعين ما نهضت من مكانها وركضت خارج المنزل جلست في الحديقة وقلبها يرتجف من شدة الخوف تذكرت عندما كانت طفلة كيف أنها تهرب خوفا من منزلها لتشعر بالأمان وتحتمي بذلك زقاق القذر طوال الليل حتى تأتي والدتها ولكنها الآن تعلم جيدا أن والدتها لن تعود أبدا لقد رحلت لمكان لا راجع منه لقد رحلت للخلاص في تلك الأثناء شهدت نافذة غرفة ليث مفتوحة بينما هو ينظل إليها متأملا شعرت بالخجل منه لا تعلم كم من الوقت له وهو ينظل إليها هكذا اختفى من أمام عينيها في لحظات لتجده قد أصبح أمامها ليقول لم أستطع النوم وعندما رأيتك تجلسين هنا علمت أن النوم قد هرب بعيدا عنك أيضا نهضت من مكانها وابتسمت له وقالت في الحقيقة كنت سأذهب لغرفاتي الآن عن إذنك ليقول لها سريعا انتظري أرجوك هل أستطيع إخبارك بأمر كنت أود قوله لك منذ وقت طويل كان ينظر إليه من الطابق الثالث والغطب يملأ قلبه كيف لهذا البشر أن يقترب منها هكذا وكيف تسمح له بذلك في تلك اللحظة وقفت بجانبه خاتمة ونظرت إلى نفس المكان الذي ينظر إليه لتقول بسخرية أخبرتك منذ زمن أن البشر والشياطين لا يجتمعون إلا لغاية واحدة فقط غاية الأسياد وامتلاك عبيدهم كان الشيطان الصغير ليلاسي ينظر إليهم دون فهمي في زاوية المكان بينما هو يردد اشتقت إلى والدي أرغب أن ينتهي كل شيء وأعود إليهم نظر إليه همام وقال له ولماذا لا ترحل إذن أشار إلى جسد مياسم والذي كان السبب في منعه من الرحيل وقال لنقتلها دعونا ننتهي منها لنتحرر جميعاً ما زالت خاتمة تنزل إلى جمر غير آبها بذلك الجسد الذي استولوا عليه نتيجة ألعبهما التي قاموا بها ضد محاسم لتردد وقد أشحت بعينيها نحو همام لا أهتم إن أردتم قتلها سأفعل لكني أود مكافأتي علم همام سريعاً ما تريد ليقولوا عينيه مليئة بالغضب وما هي مكافأتك ابتسمت له وأشارت بيزها نحو جمر الجالسة في حديقة المنزل ضحك سخراً منها وقال تعلمين أنني قد أقتلك مثلما فعلت بذلك الذي قبلك إن لمست شعر واحد منها يا لكم من مسكين يا همام رغم قوتك سقطت في حب قربان أضحية شخص مملوك منذ ولادته لنا نحن الثلاثة قال لي لاس بينما يده تعبث بدميته خالية الرأس إن أراد همام نصيب منها فليأخذه ولكن في المقابل لنقتل هذه التي أمامي ابتعد عنهم وجلس قريباً من ليث وجمر ليستمع لكل ما يدور بينهم في تلك الحديقة حيث السكون رغم أصوات أوراق الشجرة التي صدرت نتيجة للهواء جلست جمر أمام ليث وجهاً لوجه وقد لاحظت عليه الارتباك من تصرفاته فقطعت ذلك الصمت وقالت ما الذي ترغب بالحديث عنه أنا أسمعك في الحقيقة يا جمرة لا أعلم إن كنت تبادلينني ذات الشعور ولكن قلبي يرفض الاستمرار بكتم ما شعره أكثر من ذلك كانت جمرة تضع الله كثيراً في داخلها ألا يكون ما تفكر به ولكنه قال لها مقاطعاً تلك الدعوات ومخيباً لرجائها أنا أحبك أحببتك منذ أن شاهدتك أول مرة ولكني لم أستطع أن أميز ما يعني ذلك الشعور فتحمدت تجاهلك لعل ما أشعر به يزول ولكن كان شعوري كل يوم يزداد أكثر فأكثر أنا أحبك أحبك أكثر مما يتصوره عقلك رقص قلبها بتلك الكلمات شعرت بالحب لأول مرة في حياتي لكنها سرعين ما اتراجعت عجزت وقتها عن الرد فهي لا تستطيع أن تكون معه رغم إعجابها به تلك اللعنة ما زالت تطاردها وإن كان ما تفكر به صحيحاً فيبدو أن تلك العم هي الضحية رقم ألف ولوالدتها والضحية رقم واحد لوالدته أيضاً كان ينظر لها راجياً أن تقول شيئاً فالصمت يقتله أكثر من رفضها له فقالت منعاً لانتظاره تستحق الأفضل يا ليف أنا وأنت لا يمكن لنا أن نكون معاً خيبة أمل كبيرة تم رسمها على وجهه أنا لا أرغب بغيرك لديك كامل الوقت للتفكير سأنتظر وقبل أن ينهض أخرج علبة بلون البنفسج من جيبه منحوط عليها جملة ابنة قلبي لتفتحها جمرة وتجد قلادة ذهبية بداخلها زمرودة مرسوم عليها رمز القمر والشمس اتضح على وشها الانبهار منها فقال هذه هديتك لقد جلبتها لك من رحلتي ولم أحصل على الوقت المناسب لتقديمها لك أتمنى أن تعجبك لم يدع لها المجال للنقاش معه حيث أنه ابتعد فورا لخارج المنزل لتذهب جمرة إلى غرفتها وتتأمل هذه القلادة ثم دون شعور منها ارتدتها ورقضت إلى المرآة لتشهد منظر عنقها بعد إضافتها لتلك القطعة الثمينة فابتسمت سريعا تعبيرا عن رضاها كان جالسا في حضيقة المنزل في نفس المكان الذي كان يجلسان فيه جمرة وليف والغضب مرسوم على وجهه كيف له أن يقترب منها كيف لها أن تقبل هديته شعر برغبة قوية بقتله والتخلص منه في تلك الأثناء ظهرت خاتمة من العدم وجرست في نفس مقعة جمرة التي كانت تجلس عليه بجانبه لتقول بسخرية ها هي محبوبتك طفلتك من فعلت المستحيل لحمايتها من قلبها ينبض عشقا لبشري من نفس جنسها ليتمتم بصوت أشبه بالهم سأقتله ولماذا لا تقتلها معه سأتنازل عن نصيبي منها إن كانت غاياتك قتلها نظر نحو خاتمة بغضب أثار مخاوفها ليقول ارحلي من هنا قبل أن أجعلك كسابقك يا خاتمة لتختفي بلمح البصر من أمام عينيه وكأنها لم تكم نام نام فأنت في حدن الهمام قبل ثمانية عشر عاما عند ولاد جمرة كانت محاسن تنازع وحدها لإخراجها إلى هذه الدنيا كان ينتظر خارجا بكل شوق للقاء طفله رغم علمه أن هذا الطفل سيكون ذي حظ سيء لسبب واحد فقط إنه والده كم تمنى في تلك اللحظة لو أنه يستطيع الخلاص من كل شيء ويبدأ من جديد صفحة بيضاء لم تلوث أبدا فينسج لها حياة نقية ليعود له نقاء قلب الذي هرب منه سنين طويلة ليته يستطيع العودة العودة إلى ذلك المكان ذلك الزمن حيث الكتاب العرين مطلب الصحرة ملحق قصة مالك كان يتجول في الجبال بحثا عن الحطب حيث أن والدة هتار قد قررت مصير أبنئها دون خيار منهم الأصغر حامد سيكمل تعليمه بينما الأكبر مالك سيعمل ليلا ونهارا بحثا عن الرزق رغم طوق مالك للعلم لكنه لم يستطع إكمال دراساته فحياته كانت بأكملها عبارة عن رعي الأغنام نهارا وجلب الحطب ثم بيعه في السوق حتى نهاية اليوم ليحضر لولدته ما يسد به جوعها ويسمح لحامد بمواصل التعليمه في الواقع لم يكن بين مالك وأخيه فرق كبير كل ما كان بينهم سنة واحدة فقط ولكن لعنة الأخ الأكبر حلت عليه ليحمل مسؤولية العائلة بأكملها بعد وفاة والده من الطعون كان مهووسا بالقراءة يقرأ كل كتاب يقع بين يديه وكثيرا ما كان يأخذ الكتب من أخيه خلصة دون علمه ليصرخ في وجهه ذات يوم فور اكتشافه لذلك قائلا اترك كتبي لا حاجة لك بيها هتار تلك المرأة التي كافحت لأجل أبناءها هي أيضا تقضي معظم وقتها بخياطة الثياب وتوليد النساء مقابل قليل من المال لتزيده على ما يجنيه مالك كانت تشعر بالأسعى لابنها الأكبر لكنها لم تجد خيارا بديلا لما تفعله أن يتعلم أحد أطفالها خيرا من جهلهم جميعا ظنت أن حامد ذلك الطفل المدلل ما أن يقف على قدميه ويعمل في وظيفة طريق بعلمهم سينتزع عائلته من الوحلي ليرتاح ماله قليلا من مشقة العمل المتواصل في ذلك اليوم ذهب مالك عادته إلى جبال لرعي الغنم وجلب الحطب في عبق الوادي شاهد كوخا صغيرا لم يرى من قبل رغم أنه قد جاء إلى نفس المكان عشرات المرات شعر بشعور غريب فضول قوي يدفعه للدخول حيث نادى من باب الأدب قبل دخوله هل هناك أحد هنا؟ هل أستطيع الدخول؟ لكن لا مجيب مما جعله يدفع الباب الذي فتحه بكل سهولة ليطلق عينيه لتنظر في كل زوايا المكان ذلك الكوخ المهترق مليء بالكتب مليء بكل أنواع الكتب شعر أنه في أعالي الجنان لقد ترك أغنامه وكومة الحطب التي التقطها طوال اليوم ليجلس في ذلك الكوخ ساعات وساعات يقرأ كانت الكتب رغم جمالها ووفرة العلوم فيها مختلفة عن تلك التي يستعيرها خلصة من أخيه فهذه العلوم مختلفة تماما أشبه بعالم آخر لوجود له في هذا الكون كان علما مشواقا مبهرا للعقل حيث أن عقله أصبح جاشعا طماعا يرغب بتعلم الكثير والكثير منها بين كل تلك الكتب هناك كتاب أثار اهتمامه العرين ذلك الكتاب الغريب المليء بالقصص من كل زمان ومكان لذلك الكتاب ميزة فهو يجلب لك العلم على شكل قصة فكلما قرأت منه أكثر فتح لك باب آخر من أسرار الكون في جانب كل قصة هناك تكمن قوة العلم الذي تعلمه صاحبه ونستطيع من خلاله فتح تلك البوابة الخفية عند حل لغزة قصة ذاتها من بين الصحر الذين امتلكوا هذا الكتاب لقد كان مالك الوحيد بينهم الذي علم سرا من أسراره في ذات الجلسة الأولى التي جلس بها يقرأ صفحاته رغم أن عمر وقتها لم يتجاوز السادسة عشر بعد كان مالك ذكيا جدا فاطلا بطبعه علم فورا أن هذا الكتاب لا يعطيك حبا بل يأخذ منك مقابل ذلك العطاء فكان يتعمد كسر هذه القاعدة معه أن تواجه الخبيث بالخبث ذاته أمر جميل لم يشعر بتأخر الوقت عليه إلا عندما سمع صوت إحدى أغنامه ليترك ما في يده ويخرج من ذلك الكوخ فيجد الظلام دامسا وليس هناك أمامه سوى نعجتان تأكلان من حشائش الأرض وكومة الحطب التي وضعها في ذات المكان شعر بقلبه يدق خوفا من والدته ماذا عساء أن يقول لها الآن وبقية الأغنام لا أثر لها ستقتله لا محالة بدأ بجمع حطبه وأخذ المتبقي من أغنامه ليجوه في أرجاء الجبال بحثا عن البقية وبيده فانوس يضيء ما حوله أخذوا من ذات الكوخ الذي كان فيه لم يجد لهم أثرا ليعود لمنزله خائفا منكسرا منتظرا العقاب لكن فور وصوله تفاجأ بأن تلك الأغنام قد عادت لمكانها بل أنها كاملة 14 واحد بحث بعينيها عن تلك النعجتان التي كانت معه لكنه لم يجد شيئا سوى كومة الحطب التي حملها على ظهره كل ليلة كان يعتكف بين الجبال ويترك أغنامه ترعب مفردها فهو أصبح يعلم أنها ستعود لمكانها مثل كل مرة ويتم جمع الحطب دون بذل جهد منه ليترك له خارد ذلك الكوخ وعند استعداده للعودة إلى منزله سيجدها أمامه كل شيء كان جميلا الأموال تأتي إليه من دون تعب الأغنام تتكاثر ووالدته سعيدة بما يفعله لم يجد في الأمر شيئا سيئا لقد أعجبته هذه الحياة رغم غرابتها وقد اكتسب أيضا الكثير من العلم بسبب تلك الكتب المصفوفة على جدران الكوخ بعد ثلاث أشهر من انغماسه بين الكتب بدأ بتطبيق ما يتعلمه منها ليستدعى الطفل للاس ويأخذه عنوى من والديه بفضل العهود السليمنية قال له وديه ترتجفان خوفا في خدمتك يا مولاي بينما والديه كهنوت وكيدارة يراقبان على بعض عدة خطوات منهم لم يكن يرغب مالك بهم فقدراتهم لا تناسبه أبدا كانوا يجلسون دوما على بعض خطوات من ابنهم عندما يتم استدعائه وكان هذا الأمر يشعر مالك بالانزعاج منهم لكنه كان صامتا لا ينظر إليهم وكأنهم غير مرئيون بالنسبة له ليلاس يعد من الشياطين الهجينة من فصيلتين محرم عليهم الزواج من بعضهم شياطين الأرض وشياطين الرياح بسبب فعلاتهم التي سببت حروبا لا حصر لها لذلك تم نفيهم بعيدا جدا عن عالم الشياطين ليعيشوا بالقرب من عالم البشر بين الجبال أو في الخرابات المهجورة ليلاس كان يجيد شيئا جعله مهما جدا لدى مالك كان يجيد التحدث مع قرين من المعروف أن قرين نوع مختلف رغم انتماءه للجن وقرين ليس فقط مربوطا بالبشر بل هناك قرين لكل مخلوق على وجه الأرض بما فيهم الحيوانات والجن أيضا لكل واحد منهم قرين من جنس مختلف عنهم من المعروف أن قرين يعلم كل أسرار الشخص الذي يرافقه إلى ما ماته ثم يبقى عند قبره مربوط به إلى أن يموت معه أو يأتي من يطلق سراحه الأسرار مطلب مالك فإن علم أسرار الموتى المندثرة لاستطاع أن يحقق ثروة تسعد والدته وتريحه من رعي الأغنام وجمع الحطب رغم زكاءه كان هدفه بسيط جدا بسيط لا يكاد يذكر أمر مثيل للسخرية أن تفعل أعظم الأشياء لأجل شيء تافه لكنه في النهاية يشكل هدفا وهذا الهدف هو أسمى ما يسعى إليه مالك بدأ بتحضير كل شيء ليقوم بفعلته أراد العلوم المندثرة أراد قيام بشيء لم يتجرأ شخص قبله على قيام به دائرة كبيرة خطها بيديه من دماء إحدى الأغنام التي معه ورسم داخلها حروفا لرموز تعلمها من كتاب العرين لينادي على قرين الساحر مؤلف العرين ذاته علي الأفرهان الغريب في الأمر والذي يجعله هو وخادمه الشيطان ليلاس ينظران للزوار غير مصدقين لما يحدث أمامهم ذلك الساحر لم يكن يمتلك قرينا واحدا بل كان يمتلك ثلاث منهم خاتمة وعمام وهمام كان غريبا غريبا جدا حيث قال لخادمه ليلاس هل أنت متأكد من أننا فعلنا الطريقة الصحيحة آوا برأسه وعينيه ما زالت تنظران لتلك المخلوقات الثلاثة برهبة وخوف أن يخاف شيطان هذا أمر لا يبشر بالخير أبدا ذلك ما شعر به مالك وقتها أراد أن ينهي ما فعله ويعيد تلك المخلوقات لأماكنها لكنه لم يستطع ذلك الرواية خاصة بقناة روايات صوتية باللهجة المصرية 2 بدأ بتحضير كل شيء ليقوم بفعلته أراد العلوم المندثرة أراد قيام بشيء لم يتجرأ شخص قبله على قيام به دائرة كبيرة خطها بيديه من دماء إحدى الأغنام التي معه ورسم داخلها حروفا لرموز تعلمها من كتاب العرين لينادي على قرين الساحر مؤلف العرين ذاته علي الأفرهان الغريف الأمر والذي يجعله هو وخادمه الشيطان ليلاس ينظران للزوار غير مصدقين لما يحدث أمامهم ذلك الساحر لم يكن يمتلك قرينا واحدا بل كان يمتلك ثلاثة منهم خاتمة وعمام وهمام كان غريبا جدا حيث قال لخادمه ليلاس هل أنت متأكد من أننا فعلنا الطريقة الصحيحة؟ آوى برأسه وعينيه ما زالت تنظران لتلك المخلوقات الثلاث برهبة وخوف أن يخاف شيطان هذا أمر لا يبشر بالخير أبدا ذلك ما شعر به مالك وقتها أراد أن ينهي ما فعله ويعيد تلك المخلوقات لأماكنها لكنه لم يستطع تلك المخلوقات قد خرجت من وكرها وفكت قيودها ومن الذي سيعود لسجنه متربعا أمام قبل جثة قد انتهى أمر صاحبها منذ زمن بعيد نظرتهم نحو كنظرات الثعابين لفريستها كانوا يقفون في منتصف الدائرة منتظرين منه تحرير آخر جزء منهم ليخرجوا لم يعد يستطيع التراجع سيبقون هكذا يهمسون له ليلا ونهارا لأجل تحريرهم حتى يصيبه الجنون هذا ما كان يقول له للاس إن القريم لا تستطيع تصريفه كما تفعل بمن لا يعجبك من الجن والشياطين عندها أمرهم بخدمته والموافقة على جميع العهود التي تسخرهم له هم أيضا لم يكن لهم القرار هم يودون الحرية ورؤية هذا الكون من زاوية مختلفة جميعهم مجبرين ليوافقوا مكرهين فيصبحوا خدم في عينيه بينما هم في الواقع المتحكمون به سرعان ما أصبح يخدمهم عوضا عن خدمتهم له يهمسون له ما يودون منه فعله ليقوم به طواعية دون إرادة منه حتى أصبحت والدة تطلب منه الزواج ليجبروه كذلك على موافقتها وفور أن جاءت ابنته أخذها للجبال في ذلك الكوخ وبدأ يبكي ويتوسل إليهم الرحيل فطلبوا منه ابنته قربان ليرحلوا عنه فور امتلاكهم لها كان هذا طلب هماما الذي عشقها منذ ولادتها في الواقع لكل واحد منهم غاية في نفسه عندما اجتمعوا جميعهم على أخذها كقربان مقابل حرية والدها عمام وخاتمة أرادوا أن تفتح لهم أبواب الكنوز المحرمة عليهم بسبب زهريتها بينما ليلاس لم يكن يرغب بغير الخلاص من تلك العهود التي تقيده والرحيل لعائلته وظن إن وافق على أخذها كقربان سيتحرر من والدها مقابل أن يعطي نصيبه منها كل واحد منهم لديه هدف هدف مختلف عن الآخر أصاب الطمع قلب خاتمة بعد أن أصبحت جمرة قربانا مملوكا لأربعة لم تكن ترعب بمشاركة أحد منهم بها فبدأت بزرع الفتن بين عمام وهمام لتهمس للأول بكلمات وتهمس للآخر بكلمات أخرى حتى زرعت في داخلهم العدوة بسبب جمرة فقارت لعمام ذات ليلة لماذا لا نقت الهمام فقد أصابته تلك البشرية عاشقر سيجعله عقب في طريقنا لن نقت الأخانة يا خاتمة اقتربت منه وهمست في أذنه لكني سمعته يحادث ليلة عن الطريق المثلى لتخلص القرين من توأمه هو من أراد قتلنا أولا يا عمام لذلك علينا الدفاع عن أنفسنا نظر عمام نحو ليلة وقال له هل ما تقوله خاتمة صحيح؟ كان خائفا منها حيث أنها هددت بقتل وقتل عائلة أجمع أضعف قرين تتساوى قوته بقوة ملوك الجن وشياطين وإن أرادت قتله ستفعل بكل سهولة ليقول بتردد واضح في صوته صحيح لقد طلب مني طريقة التخلص منكم لكني أخبرت أنه لا توجد طريقة لفعل ذلك شعر عمام بالغدر من أخيه توأمه من جمعهم القدر برفقة بشري واحد ثم سرعين ما تحول ذلك الحب إلى حقد كتمه في نفسه لأيام طويلة ذهبت بعدها خاتمة إلى أخيها همام وقالت له أعلم أنك تعشق هذه البشرية ولا ألومك أبدا فنحن لا نستطيع التحكم بقلوبنا وحقا أرغب بالتنازل لك عن نصيبي منها وسيفعل ليلاس ذلك فهو لا يطمح بغير التحرم من قيوده لكن عمام لن يرضى أبدا لقد أخبرني عن نياته بأخذها اليوم لكهف أربينسا لفتح تلك البوابة واستخراج الشياطين أجمع منها هل حقا عمام ينوي فعل ذلك؟ اسأل ليلاس لقد كان معنا عندما أخبرني بذلك وكما كذب ذلك الطفل أول مرة مكرها فعلها هذه المرة أيضا ليبدأ نزعهم بقتل همام لشقيقه عمام بتعنى في قلبه جعلت روحه تغادر هذا العالم في ذات اللحظة بينما جسده نزف دمًا أسود اللون ليغرق به الجبال بأكملها وكأن فيضا في تلك المنطقة الجافة قد أغرق كل ما فيها انتهت خاتمة من العقبة الأولى لتبدأ بمحاورة قتل الآخر لكنها أضعف منه بكثير فهمام يكون الأقوى بينهم ذهبت إلى عالم الشياطين واستعانت بسبعون منهم مقابل خدمتها لهم فالشياطين أيضا يحتاجون القرين بالكثير من الأشياء ليقتلهم في ذات المكان الذي قتل فيه عمام دون أن يصيب أي أذى كان قويا قويا جدا حيث يعد من فصيلة قرين الأسود بينما عمام وخاتمة هم كالتوابع لهم لم تكن تعلم ذلك لكنها في نهاية الأمر فهمت كل شيء وعلمت أنها لم تستطيع مواجهته أبدا فضلت البقاء بجانبه لرؤية ما سيكون مصير هذا الحب المحرم بين قرين لا يعلم ما هي الحب وبين بشرية لم تنطق أحرفها الأولى بعد كل هذا حدث بعد أن أصبحت محاسن سيدتهم مسكينة تلك المرأة وضعت شرطا ظنته سيجدي معهم حيث أن الشرط يحوي كلمة الشياطين لكنهم ليسوا شياطين من الأساس فذلك الاتفاق وكل ما فعلته بألف بشري ذهب أدراج الرياح في الواقع كان من المقدر أن يفيد هذا الأمر مع ليلاس وكم تمنى هو ذلك لكن ليلاس لم يعد ملكا لمالك بل كان تابعا لخاتمة بعد أن نقل مالك منذ زمن عهوده لها غريب كل شيء في هذه الأرض غريب جدا أن يخدم شيطان قرينا بذات العهود التي يستخدمها البشر للاستحواذ عليه أمر جعله هو ذاته يستسلم لكل شيء يحدث له ليتك تعلم ليتك تعلم أني بنيتك من سواف قلبي وزرعت في داخلك شرور نفسي الكفاح من أجل الخلاص فور وصولها ركضت إلى غرفة جمرة والتي ظلت منعزلة عن الجميع لا ترغب برؤية أحد لتطرق الباب بكل قوة فتصرخ الأخرى قائلة أخبرتكم أنني لا أرغب بالخروج أبدا همست السيدة مهلي ابنتها بحضن شديد لا نعلم ما أصابها أخبرني ليث أنه طلب منها الزواج ليلة قبل شهر من الآن ومنذ ذلك الحين وهي منعزلة في غرفتها تجلب لها الخادمة الطعام تأخذه لتغلق الباب مجددا سأتصرف لا عليك لتقول بصوت عالي افتحي لي يا جمرة لقد جلبت لك كل ما طلبتي من ثياب وكتب ومجوهرات كل شيء لأجلك في تلك اللحظة فتح الباب سريعا بأكمله لتقفز جمرة إلى حضن أختها وعينيها مليئتان بالدموع وهي تقول قد اشتقت إليك لماذا رحلت كل هذه المدة عني أرادت السيدة مهى الاقتراب من جمرة لمعانقتها ولكن الأخيرة أشحت بواجهها عنها وسحبت معها ندى لتدخل وتغلق الباب خلفهم تلك الملامح الحزينة التي كانت ظاهرة على وجه السيدة مهى تبدلت ليحل محلها ملامح الغضب تصمروا كثيرا بتلك الغرفة حيث أخبرتها ندى كل شيء حدث في ذلك الشهر وأن جميع النساء في مصر يتنافسن بأناقة وجمال فساتينهم ثم سرعين ما جربت لها الكثير الكثير من الفساتين بمختلف الألوان والتي تعلم جيدا أنها تناسب ذوق جمرة كانت جمرة تقيصهم جميعا وتنظر في كل مرة للمرأة بانبهار شديد ثم ناولتها ندى الكتب الكثيرة التي اختارتها بعناية فذوقها في الكتب غريب جدا حيث تهوى كتب الفلاسفة والتي كان الشيخ ماجد يجلبهم لها خلصة بسبب منعها هنا فور رؤيتها للكم الكبير من الكتب شحقت وأقالت كيف استطعت يجلب كل هذه الكتب دفعة واحدة والدك كان يهرب لي كتابا واحدا فقط في كل مرة بعد جهد كبير ابتسمت بانتصار وقالت لها لا تسألي لقد فعلنا المستحيل أنا وزوجي لأجل سعادتك اعتبريها هدية عودة صوتك الجميل يا جمر تبدلت ملامح السعادة للحزن وتركت كل شيء لتجلس على إحدى المقاعد قريبة من النافذة وظل تتأمل السماء بصمت مفاجئ لتقترب منها ندى وتجلس جانبها وتقول لها أخبريني ألم نتعاهد على قول كل ما يجوب داخل قلوبنا لبعضنا البعض ما الذي يحزنك يا جمرة لم تستطع أخبرها فقالت سريعا لا شيء فقط اشتقت إليك لكني عدت ولا زال واجهك مليء بالحزن هل هذا بسبب ليث وعرضه الزواج منك إن كنت لا تريدين ولا توافقي أبدا وسأقف معك ابتسمت لها لتصهر غمازتيها الجميلتين وتقول ليس الأمر كما تعتقدين كنت أتمنى الزواج من ليث وكم كنت أشعر بالغيرة في صغري عندما تتحدثين عنه أمام الفتيات في المدرسة وتعيدينهم بالزواج منه لكني لا أستطيع قبول الزواج منه الآن ليث يستحق الأفضل من قال أنك لست الأفضل لقد شاهدت الكثير من الفتيات طوال ثمانية عشر عاما ولم أجد أجمل وأفضل منك لأخي في الواقع أشعر بأنك كثير عليه أنت لا تعلمين عني شيئا لو علمت ما أخفي لك رهتي لا هربت بعيدا عني بل ستطلبين من والدك أن يطردني من هنا اتضح التوتر على وجه نادا لكنها أمسكت بيات جامرة سريعا وضغطت بكل قوة عليها وقالت أخبريني كل شيء وأعدي سيكون كل ما تقولينه سرا بيني وبينك وسنصلحه معا إن كان قابلا للإصلاح في تلك اللحظة لم تستطع جامرة إخفاء ما في قلبها عنها لتخبرها بصوت باكي عن قصتها بأكملها منذ ولادتها حتى وجودها هنا في منزلهم بما فيه عمل والدتها الأسود للعمة ما ياسم ولكن ما أخفته عنها هي أفعال والديها السيدة ماها والشيخ ماجد شعرت نادا بالصدمة لم تستطع البوح بأي كلمة أبدا للحظة ظنت أن جامرة قد جنت ولكن كيف لها أن تعرف كل التفاصيل التي لم تخبرها بيها هي تعلم أيضا أن التحدث عن تفاصيل زفاف العامة ما ياسم ولحظة استحواذ الشياطين عليها ممنوعة في المنزل تم تغيير الخدم بالكامل والمتبقين لم يكونوا متواجدين ليلة الحادثة بينما حسن وأمير لا يمكن أن لهم أن ينطق بهذه التفاصيل أمام جامرة كيف لها أن تعرف اسم طريق العامة وعائلته كل هذا يدل على شيء واحد أن هذه الفتاة لا تجذب أبدا في عمق أفكارها كانت جامرة ترجوها على عدم الإفساح لأحد والسيان كل ما قالته كانت تبكي بانكسار جعل نادا تربط على رأسها برفقه وتقول لم أخبرك أنني معك أنا أصدقك وسأفعل ما أستطيع فعله لحل هذه المشكلة لا تخبري أحدا أرجوك لن أفعل قاعدك استأذنت نادا من زوجه على أن تبيت عدة أيام في منزل والديها وشرحت له أن أختها مريضة ويجب عليها البقاء بجانبها فقبل بالأمر وقال لها لا تقلقي خذي كامل وقتك حتى تعود جمرة لوضعها الطبيعي بدأنا بالتخطيط سويا لقيام بأول مهمة لإيجاد العمل الذي يربط تلك الشياطين بالعمة ما ياسب لتقول نادا بعض وقت من التفكير لنذهب إلى تلك المقبرة التي أخبرتيني أنكم قمتم بدفن داخله جمرة بيأس أشك أنني سأعلم مكان القبر الذي دفن فيه العمل فتلك الحادثة حدثت منذ زمن طويل دعينا نذهب لن نخسر شيئا وسنجعل الخادمة مينا تراقب المكان لنا هي لا تفشي الأسرار أبدا أخبرت نادا السيدة مها أنهم سيذهبون لزيارة تحت صديقتها فاليوم سيكون زفاف أخيها وقد يفيد هذا الأمر جمرة لتعود لطبيعتها حاورت أن تذهب معهم لكن نادا همست لها بعيدا عن جمرة دعيني أتقرب منها أكثر ليأعلم سبب حزنها لن تخبرني بأي شيء إن أتيتي معنا معك حق هل أخبرتي زوجك؟ نعم أخبرته وهو موافق لي عليك ذهبوا مع الصائق والخادمة بفساتين تناسب الاحتفالات وكان ماجد ينظر إليه من نافذة غرفته بتوطر شديد لتدخل عليه زوجته فيقول لها أين سيذهبون؟ أخبرتني نادا أنها ترغب باستحاب جمرة لزفاف أخ صديقتها لتبتهد قليلا عن المنزل لعلها تعود كما كانت كان يمسك يديه بطريقة غريبة تعبيرا عن توطره وخوفه فقالت له ما بك أنت أيضا مثلها منذ انعزلها أصبحت غريب الأطوار يا ماجد تلك الفتاة لابد أنها تتواصل معهم لم أفهم تتواصل مع من؟ شعر بالارتباك فور سؤال زوجته لقد كان يحادث نفسه دون أن يدرك كان صوته عاليا بما يكفي لتسمعه فقال لا لا عليك خرج الآن أرغب بالنوم لن أخرج قبل أن تخبرني ما تقصده بكلامك هذا ثم أكملت بشك أنت لم تجلبها بسبب حزنك على يطمه أليس كذلك؟ هناك أمر خفي لم تقوله لي أراد التحدث ولكن صرخة من الطابق الثالث جعلته يركض للأعلى بدون شعور وهو يصرخ باسم أخته مياسم في مكان آخر وفي ذات الليلة سكون مخيف بجانب أسوار المقبرة أرادوا الدخول ولكن هناك من يحرص بوابتها قالت جامرة بتوتر ذلك العجوز هو نفس الرجل الذي كان يحرص المقبرة عند إمساك وردة من قبل الشرطة قبل سنوات صمتت ندا قليلا ثم صرعين ما أخررت ثلاث من أساورها الذهبية وأمرت السائق أن يذهب وينتظرهم في نهاية السور فور نزولهم توجهت للحارس وقالت له يا عم هل تسمح لنا بالدخول؟ اذهبي يا امرأة من هنا فالمقابر محرم دخولها على النساء صحيح لكن كل شيء قابل للشراء بما فيه قبولك وخضوعك أيضا أظهرت له الثلاث أساور ليفتح عينيه بأكملها من شدة الدهش أراد سريعا التقاطها لكنها أبعدتها عنه وقالت خذ واحدة الآن سأعطيك الاثنتين المتبقيتين في طريق خروجنا بعد أن ننتهي ابتسم بسعادة عند التقاطه لتلك الأسورة والتي علم جيدا أن قيمتها وحدها ستنتشل هو وعائلته من الفقر سنوات طويلة فقال لطالما كنت أؤمن أن زيارة القبور تحل للذكور والإناث على حد سواء تفضلوا قبل دخولهم همست للخادمة مينة ابقي معه لا تجعله يذهب إلى أي مكان فور دخولهم ضحكت جمرة بسخرية من تقلبات الأشخاص حسب إحاجتهم لتقول لها لم أكن أعلم أنك تجيدين المساومة هكذا عزيزتي لكل شيء ثمن لا تتوقعي من أحد أن يقدم لك خدمة دون أن يحصل على ثمن ما يفعله لأجلك بدأوا بالبحث في المقبرة عن القبر المنشود لكن جميع القبور تتشابه لقد أضعته شعرت جمرة بخيبة الأمل عند تيقنها من ذلك وقالت لا أستطيع تذكر أي قبر منه هو قبر صحيح يا ندا ولن نستطيع حفر كل تلك القبور لأجل شيء لسنا متأكدين منه كانت تتحدث عينيها تذر في الدموع حيث أنها لم تعد تقوى على تحمل كل هذا لكن ندا أمسكتها من كتفيها وقالت تذكري اهدائي وتذكري أنتم لم تدخلوا عميقا بين القبور أليس كذلك؟ صحيح لقد مشين بضع خطوات فقط لنقف علىه أشارت بيدها منذ رحض الدخول لهم باتجاه البوابة ثم تحركت بها محاولة تذكر الاتجاه الصحيح حتى أوقفت يدها تجاه أحد القبور هنا أتذكر أننا توقفنا هنا أمام تلك الحجرة لقد جرست عليها لبعض الوقت أتذكر هذا اقتربت منها لتجد قطعة قماش مكومة على شجيرات الأرض المليئة بقطعة الشوك كانت تلك القطعة مغطاة بالأتربة وكأنها بقيت في المكان منذ سنوات طويلة أمسكت جامرة بها وقالت لندى قطعة قماش هذه تعود لي أتذكر فستاني الزهر جيدا فقد حكته لي والدتي تعويضا عن خسارتي لفستاني الأحمر عند زيارتي لصديقتي روبا ثم اتسمت ونظرت إلى ندى وأكملت أظنني أعلم الآن مكان القبر يا أختي كان القبر بجانب إحدى الأحجار الكبيرة في زاوية المقبرة قريبا من أصوارها بدأوا بالحفر بكامل أناقتهم حيث أن ثيابهم الباهزة أصبحت مليئة بالتراب فوروصوا لهم إلى الجثة وفتحهم لها كانت خالية متأكلة لم يتبق منها إلا بعض العظام المتناثرة هنا وهناك حيث أن ندى كانت تشعر بالخوف ممزوجا برهبة الموقف لكنها لم تنطق لتقول لها جمرة بعد يأسها لا أثر للعمل الذي قامت به والدتي يا ندى شعروا جميعا بخيبة أمل فلم تعد أي واحدة منهم قادرة على مواساة الأخرى جلسوا لبعض الوقت أمام القبر ثم سرعين ما نهضت ندى وأشحت بواجهها عن القبر لتطلب من جمرة بصوت متردد مليء بالخوف هاي دعينا نذهب يبدو أنه مقدل لعمتي أن تبقى هكذا إلى أن يحين أجلها ثم إن قلبي امتلأ بالخوف ولا أستطيع تمالك نفسي أكثر من ذلك قبل رحيلهم من المقبرة باتجاه البوابة سمعوا صوت دحكات ساخرة تأتي من خلفهم باتجاه القبر الذين كانوا قبل اللحظات يحفرون فيه شعروا بدقات قلوبهم تتصارى وروحهم تكاد تهرب تاركة أجسادهم خلفها ثم ببطء شديد التخطت جمرة لتفعل مثلها ندى فيجد خاتمة تجلس فوق القبر وتمسك بيدها وشاح أصفر ملفوف على شكل عقدة تتذكر جمرة جيدا ذلك الوشاح وما في داخله ذلك هو العمل الذي فعلته والدتها لمياسم كانت ندى ترتجف خوفا لتسقط على رجبتيها من هول ما شاهدته وهي تقول بصوت يخرج منها بصعوبة جمرة ما هذا المخلوق عندها نطقت خاتمة موجهة كلامها لجمرة بتهديد واضح هذه التي بجانبك أستطيع الآن الاستحواذ على جسدها بسبب خوفي ويمكني أن أقتلها الآن أمامي ما رأيك؟ هي لا شأن لها اتركيها وافعلي ما تشاءين بي ابتسمت لتظهر أسنانها السوداء المتأكلة بالكامل ونهضت من مكانها لتقترب ببطء ثم سرعين ما أصبحت أمامها بلمح البصر تتلمس غصلات شعرها المتناثرة وهمست لها لكني لا أستطيع للأسف الحصول عليك قبل قتل أيضها القربان ثم نظرت نحو تلك العقدة التي بين يديها بتأمل شديد وقالت غبي يا والدتك يا لها من غبية ظنت أنها تمتلك من الذكاء ما يفوق عقل القرين أقوى وأفكى فصائل الجن لكني لن أجعلك تعودين لمنزلك خائبة بعد كل ما فعلتي أنت نظرت نحو نادا ولسي لم تعد تقوى ما تشاهد أمامها فسقطت مغشيا عليها في ذات اللحظة لتكمل هذه الضعيفة ثم اختفت من المكان بلمح البصر لتسقط العقدة بجانب أقدام جمرة أمسكت جمرة بتلك العقدة وسحبت نادا وهي تصرخ للخادمة والحارس والذين فورس معهم لصرخاتها ركضوا نحوها والفزع مرسومة على وجوههم لتقول ساعدوني بحملها الآن قال الحارس بتوتر وخوف ماذا فعلتم هنا لا شأن لك أخرجت المتبقي من الأساور الثلاث الذهبية وقذفتهم له وقالت والآن ساعدنا بحملها فورسوا لهم للسيارة المركونة في خلف أسوار المقبرة تواجه بهم السائق للمنزل وقالت الخادمة مينا ماذا علينا أن نفعل فيبكم متسخة بالكامل ونادا مغشي عليها لا يمكن لنا الذهاب للمنزل هكذا حاولت بكل ما تستطيع إفاقة نادا والتي فور استعادت وعيها بدأت بحضن أختها والبكاء وهي تقول بالذي شهدنا يا جمرة لا عليك هم جبناء جدا جبناء يجيدون صنع الوهم لن يستطيعوا فعل شيء لك كانت ترتجف من شدة الخوف ترتجف وبتأت حرارة جسدها ترتفع حاولت هي والخادمة فعل كل ما يستطيعون للسيطرة عليها لكن دون جدوى أصبحت حالتها تزداد سوءا كل لحظة لتصرخ للصائق اذهب بينا إلى أقرب مشفى في منزل الشيخ ماجد عند صعودهم للدورة الثالث فور سمعهم لصوت صراخات مياسم خرج ليثي في ذات اللحظة التي ركض فيها والديه للأعلى ليلحق بهم كانت تجلس على صور سطح المنزل بريداءها الأبيض ودحكتها الشيطانية بينما عيونها مليئة بدموع الخوف وفور رسولهم ثلاثتهم إليها خرج صوت رجولي من داخلها قائلا أنت يا ماجد لم تفي بوعدك لنا كان يقترب على مهل محاورا منع أخته من السقوط وهو يقول راجه لقد فعلت كل ما طلبتمه مني أحضرتها عملتها كما أعامل أبنائي أرجوكم اتركوا مياسميك فيها العذاب الذي لقته طوال هذه السنوات في تلك اللحظة ظهر صوت أخته الذي افتقده منذ سنوات طويلة لتقول له انقذني أرجوك ليتقدم نحوها وملامحه مليئة بالذل والخضوع وهو يرجوهم أن يتركوها بحالها ليقول له الشيطان همام ناطقا إن أردتها فلتأتي لتأخذها ومد يدها باتجاه أخيها الذي تقدم سريعا غير مصدق وقبل أن يمسكها ابتسمت له ابتسامة بريئة افتقدها منذ سنوات لتتحول تلك الابتسامة بلمح البصر إلى ذات الابتسامة الشيطانية التي استحوذت عليها ثم قذفت بنفسها بكل قوة من أعلى سطح المنزل ولكن يده كانت أسرع من سقوطها فأمسك بيدها وهو يقول بتحدي هذه المرة لن أترك أختي وإن أبيتم أيضها الشياطين ركض ليث نحو أبي وحاول مساعدته ولكن وقبل وصوله نطق ذلك الجسد الذي ظل معلقا في الهواء بصوته شيطاني مخيف إذن فأهلا بك إلى الجحيم أيها الشيخ الجليل ماجد ثم تحولت عين ماجد إلى اللون الأبيض وسقط برفقة أخته دون مقاومة منه عند أصول ليث شاهد والده بجانب جثة عمته مياسب بينما برك من الدماء أسفلهم تلك الصدمة ارتسمت أيضا على واجه السيدة مه ثم سرعين ما بدأت بالبكاء وضرب نفسها وهي تركض باتجاه الأسفل نحو جثة زوجها وضحياتها لتقترب منهم وتقول ماجد أرجوك لا ترحل لا ترحل قبل أن تسامحني أرجوك ما أبشع من الموت إلا قلة الحيلة وشعور الندم بعد فوات الأوان ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 ركض ليثن نحو أبي وحاول مساعدته ولكن وقبل وصوله نطق ذلك الجسد الذي ظل معلقا في الهواء بصوت شيطاني مخيف إذن فأهلا بك إلى الجحيم أيها الشيخ الجليل ماجد ثم تحولت عين ماجد إلى اللون الأبيض وسقط برفقة أخته دون مقاومة منه عند أصول ليث شاهد والده بجانب جثة عمته مياسب بينما بركب للدماء أسفلهم تلك الصدمة ارتسمت أيضا على واجه السيدة مها ثم سرعين ما بدأت بالبكاء وضرب نفسها وهي تركض باتجاه الأسفل نحو جثة زوجها وضحياتها لتقترب منهم وتقول ماجد أرجوك لا ترحل لا ترحل قبل أن تسامحني أرجوك ما أبشع من الموت إلا قلة الحيلة وشعور الندم بعد فوات الأوان